اشتركوا في القناة ونقفها للحفاظ على الامن الصحي في البلاد ونوهت الصحة الى عدم ثبوت اي حالة اصابة في البلاد حتى الحين اكدت النيابة العامة انه لا يوجد في القوانين الجزائية تصنيف القضايا بما يسمى قضايا الرأي او المغردين او السياسيين في مذكرة للنيابة ارفقها وزير العدل وزير الدولة لشؤون نزاهة المسشار جمال الجلاوي في رده على سؤال برلماني اوضحت ان القوانين المعنية جميعها جزائية وليست سياسية قصد منها المشرع تنظيم الحق في التجمع وما يتم نشرف الصحف ووسائل تقنية المعلومات اطلقت وزارة الداخلية اعتبارا من اليوم خدمة دفع وطباعة سمة دخول العمل الاهلي الاكترونية من خلال منصة الشركات بالموقع الرسمي لوزارة الداخلية واشارت الى ايقاف اصدار سمة الدخول ورقيا عن طريق الهيئة العامة للقوى العاملة شنت وزارة التجارة والصناعة حملات تفتيشية ورقابية مكثفة على مكاتب استقدام العمال المنزلية في جميع المحافظات للتأكد من التزامها بالقوانين وبالاسعار المحددة اصدر قانون وزارة التجارة 33 لسنة 2021 سعر استقدام العاملة المنزلية 890 دينار فقط لا غير يشمل كل شيء ولا يجوز لأي محل استقدام عمالة منزلية ان يجبرك على اي سعر غير 890 دينار لاستقدام اي عاملة من خارج بيات ابرز المخالفات اللي كانت موجودة اليوم هي عند امتناع بعض المحلات عن توفير الطلبات وراح يتم اجراء اللازم معاهم واخذ عهدات عليهم بتوفير الطلبات خلال فترة وجيزة لازم يوفر لك طلبات تقول ليش فاتح المحل انت فاتح عشان توفر طلبات للمستهلك راح يتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل المحلات اللي تمتناع عن البيع قيمة التعامل في دولة الكويت هي القيمة النقدية بس انا انصح جميع المستهلكين لما يتيتسلم اي قيمة نقدية للمكتب لازم تاخذ عليها وصل ما يصير تعطي اي محل قيمة مادية وما تاخذ عليها وصل قانون وزارة التجارة اجبر جميع المحلات انك لما اتعامل وياه لاداء خدمة او استخدام عمالة او شراء اي سلعة انك تاخذ عليها فاتورة بالشي اللي انت سويته عشان تثبت حقك وتثبت حق المكتب اعلن مركز العجير العلمي ان يوم الاثنين الموافقة الثاني من شهر مايو المقبل راح يكون فلكيا اول ايام شهر شوال هذا العام واول ايام عيد الفطر المبارك نظمت شركة الدانة التراثية لتنظيم المؤتمرات معرض شعبي لدعم المشارع الصغيرة والمتوسطة وشهد المعرض تكريم الزميل الاعلامي الدكتور خالد الشطي على جهوده في دعم اصحاب المشروعات طبعا انا تواشدي اليوم بالمعرض لدعم المشاريع الصغيرة اللي قاعدين يستثمرونها وفي نفس الوقت هذا نوع من التشجيع واليوم طبعا انا نزرت الجهرة لان في مقهى الجهرة اللي ديرها اختنا وحبيبتنا ريم الفارس قاعدة تشجع في دعم المشاريع الصغيرة باسعار رمزية وهذا اللي احنا ناشد فيه دائما بجمعيتنا وفي ملتقياتنا الثقافية اننا لازم نشجع الاستثمار في الكويت واننا لازم يكون عندنا استثمارنا مننا وفينا والله ندعم المشاريع هذه يعني عيالنا بالنهاية هذيل ولازم ندعمهم يعني ما يصير يعني نشوفهم ونوخر عنهم لأ نبي ندعمهم ونبي نقويهم ونشد على ايدهم ونقولهم قواكم الله اللي انا قاعدة تعانى من اخر الدنيا يعني شوف انا ساكن بالقادسية وياي الجهرة عشان ادعم هالناس يعني اللي بالفعل يستاهلون وطبعا اروح كيفان والقادسية والخالدية قاعدة افتر وادعم المشاريع الصغيرة يعني هذي اللي يستاهلون الدعم يعني على الأقل على الأقل نحضر ونشجعهم المعرض لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة نعطيهم سعر جدا منزل ثلاث دنانير في اليوم والأصحاب المهن والحرف القواتيين مجانا ندعمهم ونساعدهم باللي نقزر عليه وشهر خير وشهر كريم وان شاء الله ما نقصر واتمنى من الكل يساعد في تخفيض أسعار التجار المبتدئين أو أصحاب المشاريع الصغيرة يساعدونهم وصلا معكم لختام أخبارنا لهذه الليلة بحفظ الله ورعايته اشتركوا في القناة